مرحباً 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 المتمر هو واحد البرنامج الذي يعتمد على ثلاثة ديال المحاور المحور الأول هو تحاليل التربة الذي كان نحاول أن ندره لفلاحة بالمجان وهذا التحاليل هدف منها هو عقلنات التسميد لأننا نستعمل الأسميدة كي يقولون الفلاحة بطريقة معقلنة أي ما نعطيه الأرض إلا اللي خاصة على حسب الزراعة اللي غادي نديره وعلى حسب حتى الانتاجية اللي بغينا نوصله لها يعني بالنسبة مثلاً لأي زراعة كتكون هدف تحاليل التربة قبلية بالنسبة مثلاً الزراعات الثانوية كنديروها قبل من ما نبدو يعني في العمليات الزراعية كنعرفوا التربة شنو فيها وكنحاولوا هدف الأسميدة نوفروا المتطلبات ديال كل زراعة باللي كفاها بنما نخفوا من العب ديال المادي على جيب الفلاحة وفي نفس الوقت نحاولوا أننا يعني نرفعوا من الانتاجية هذا المحور الأول بالنسبة المحور الثاني فهو يعني المواكبة والتطير والتكوين ديال الفلاحة فالفلاحة اللي بغوا يعني نخارطوا معنا في البرنامج فعلى مدار السنة وفي جميع العمليات الزراعية اللي كيقوموا بها من يعني من البداية حتى النهاية كنحاولوا أننا نكونوا يعني بجمهم نوفروا لهم يعني الاستشارة اللي بغوا يعرفوها فيما يخص لا يعني جميع العمليات الزراعية من الحرط أو من تهيئ التربة إلى حتى الجني يعني كل وقيتها كنعملوا يعني نحاولوا أننا يعني نشرحوا لهم كما كان قولوا ما هي الأمور يعني لماذا نديروا هذي يعني لماذا نديروا هذي إذا كان عندهم شي مشكل ديال شي نقص في شي مادة أو لا مشكل ديال أمراض أو حشرة فكان حاولوا يعني أننا ننصحوهم بأحسن الوسائل اللي ممكن يعني استعملوها بش يحربوا هاد هاد الآفات هذي كانت بوسائل زراعية ره ممكن كانت أيضا ممكن تكون يعني وسائل كيميائية فهذه حتى هي ممكن أننا كنعطوهم يعني النصائح على شنو يستعملوا فيها هذا المحور الثاني المحور الثالث اللي كنشتاقل عليه هو المنصة التطبيقية هاد المنصة التطبيقية هي عبارة عن يعني واحد تجارب أو اللي كنديروها مع الفلاحة المنصة التطبيقية تكلف يعني بتوفير يعني يعني بتوفير الأسميدة والأدوية يعني يعني لأي زراعة يعني ودكشي يكون بطريقة علمية مثلا هاد البقعة الأرضية هذي اللي كنشوف فيها ره يعني فايتو عملنا لها يعني تحليل جال التربة وعلى حسب ان الفلاحة اختار انه يدير فيها البصلة فغادين يعني حتى الاسميدة اللي يجبنلو فهي اسميدة اللي كتش يعني كتش هاد البقعة الأرضية وعلى حسب المتطلبة ديالو وعلى حسب المتطلبة ديال الزراعة اللي ما ديروه اللي هي البصلة وحتى على حسب يعني يعني الطوناج او اللي كمك يقولون الفلاحة او اللي المرضودية اللي بغى يوصل لها فا احنا يعني في الجروب أوسابي كانت تكلفوا يعني بتوفير كل المواد الفلاحية من الاسميدة والادوية هذي بنسبة النص هكتار والفلاح يعني علاقة حاله يعني يدير مثلا نص كتار او لكتار اخر ولا اللي بغى هو والهدف كيكون هو المقارنة ديالطريقة الزراعية ديالنا اللي غد نستعملو مع الطريقة دياله هو وحتى في المرضودية في النهايق يعني كما كان قولو طريقة ديالنا ونحاولو أن نشوف الأفضل معلم اللي جاء واعتنى بنا ودرنا التحاليل ديالطوربا وشاركنا معهم وعملنا أطونا أسميدة ديال نوع ديال الأرض اللي بغيت نتشوف في هذا البصلة ومدام ديالي نشارك تخذات البطاطا وشاركنا معهم وحنا مشينا معهم الحمدلله وكنتمنى ونزيدوا يسهلوا سيداربين ونشجعون نزرعون 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 البصلة نزرعون البصلة نتلقوه نصغبو البصلة ونصغبو البصلة ونصغبوها على حسب الأرض لا يوجد حسب ما ما نصغب الأرض ونصغبو السينتة نصغبو البصلة نصغبو البصلة ونصغبو شكرا